أكد معالي الشيخ سلمان من خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تمثله العلاقات البحرينية الأمريكية من شراكة استراتيجية مميزة عززت من التعاون الثنائي على كافة المستويات ونوهم معالي بأهمية مواصلة ترسيخ أسس التعاون المشترك الذي وصل إليه مسار هذه العلاقات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأشار معاليه إلى ما تليه المملكة من اهتمام بتوسيع أفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر البناء على ما تحقق من تعاون ثنائي مميز طوال مسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد حيث رحب معاليه بوزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق وسترد علاقات الصداقة التاريخية والوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تقدم وازدهار في مختلف المجالات وبحث سبل دعم وتطوير هذه العلاقات في جوانبها المالية والاقتصادية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلادين وشعبيهما من جانبه عبر وزير الخزانة الأمريكية عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون القوي والكبير المشترك مع مملكة البحرين بما يصهم في فتح المزيد من أفاق التعاون بينهما خاصة مع ما تشهده تلك العلاقات من تقدم لافت في الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية منوها بدور مملكة البحرين الاقتصادي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر